بالعلم وي العمل ضاري رجت للناس نور للأمل سابق بحيث ان انا اقدر ابني على اساسها بعد كده طريقة التنفيذ او ان افهم ايه الشغل ان انا محتاج واسسا يعني ايه طبيعة الشغل اللي انا هقوم به الابني بعد كده على اساس وطريقة التنفيذ ثم ابني على اساسها للتنفيذ ابني هيكل تقسيم الاعمال اللي هو ال WBS وقلنا ان المخرجات من العملية ايه اللي هو المطلبات ويجح ايه لنا اساسها مقارنة اساسها اللي هي وثيقة التي تشرح المطلبات تشرح كل مطلب satisfied دي هو رقم معين مختلف عن بقية المنطلبات بحيث انه مميز للمنطلب ده وهي بتشرح فيه طبيعة المنطلب دوت ومين اللي طلبه ومين اللي هيتابعه او مين هينفزه يعني بتشرح فيه تفاصيل عن كل حاجة اللي فصها للمنطلب والحالة بتاعته تم يعني تنفيزه او لم يتم ومكانه فيه منتج النهاجي يعني تكبردك مكانه فيه منتج النهائي بتاعي بحيث ان انا احكم على الحالة المنطلب ده وهي تحق او لا ابقى عارف انا اروح في اي جزئية بزبط افتش عن هذا المنطلب وفتش على الحالة بتاعي وادا التولز كانت كتيرا شوية احنا قلنا تلك التولز كتيرا قوي في عمية الكوليفتا وادا التولز داية فيه كمان يعني بعد ما فيه تولز رئيسية بيتفرع منها كذا حاجة في بعض كلمات مثلا كلمات من الواقع المكان الأسفل هذا الأشياء قدعم أدايا رئيسية مجموعة تفريعيات مثل الكاريتيفتي تكنيكس طالع منها البرنستورمينج و الادية مايند مابينج و احتلية الدهاجرام و نومينال جروب تكنيكس نومينال جروب تكنيكس نومينال جروب تكنيكس الاتقار عشان يأخذ عليها بوتينج او كده و يكتبهم المنزلين 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 اللي هو لما بيجي يأخذ قرار ما يعني بيعرض القرار ده اكتر من الاختبار عشان يبدأ يشوف مثلا يأخذ القرار ده ازاي لما بيعيش القرار بناء على معيار واحد انما على اكتر من معيار عادة بيعطيه وزن نسبي هنا يعني بحط مثلا وزن نسبي مثلا على كل قرار من دو يقول الحاجة ده مثلا من اثنين من عشرة الحاجة ده مثلا من اثنين من عشرة حاجة ده اربعة من عشرة يبقى بيحط اوزان نسبيه على الحاجات ده اعتقد ده اعتقد بيحط كثير مثل حاجات ذلك في مثلا اكتفاء رأي او حاجات مثلا اكتفاء رأي العميل او حاجة ذلك كده ننازج وبيتقال فيها مجموعة من الحاجات وديبدأ العميل يقيم مثلا حاجات معينة مثلا في المشروع او انتشاري بيقيم حاجات معينة او حتى فالي العمل بيقيم ممكن برضو طريق عمل نفسي يقيم اللي بيحصل مثلا بيقوم فيه كذا معيار وكل مثلا حاجة منهم بتبقى ديها رقم محدد والتوتل مثلا بيبقى يعني ما يكون مثلا لو قلنا خمسين ستين او عشرة ايا ما يكون يعني لكن بتختار الحاجة اللي تبقى اهم يعني بتدينها رقم كبير يعني مثلا ممكن لو درجة مثلا من مية ممكن تبقى 30 من مية على بند معين وانلاقي بقيت البنود عليها 10 من مية او 15 من مية او 20 من مية اما مثلا 30 من مية ديها اذا البندين هم بندين الكبار اللي انت يعني عايز لهم قيمة كبيرة حسن لو حاجة حقق 30 يعني 30 من 30 في الجزية دي ده هيبقى 30 درجة من المية فهو حققه فعالية تمام؟ بينما لو حقق مثلا الحاجة مثلا اللي هي الدرجة القفوة في البند المسلا اقل اهمية مثلا وليقى 10 من 10 في البند ده تمام؟ تمام؟ يبقى في نهاية العشرة ومعشر دول العشرة دول هتجاب يعني هتجابه هم هتحطوا كرقم من مية فيبقى العشرة دول تأثيرهم في المية غير تأثيرهم في المية غير تأثيرهم في المية يعني هتجابه في المية يعني احنا تأثير هتجابه في المية لما تيجي تقول ان ده مثلا مكتبه متع بند معين اكيد ده ليه تأثير انه حد خد 30 من تأثير في البند ده اذا هو يعني ايه وزن الناس بيبتاعه عقيد اعلى تمام؟ فانت بترتب الحاجات الاكثر اهمية ماشيش دي بقى طريقة بجمع المطلبات عشان بتعرف ايه المطلب الاكثر اهمية ومطلبات وفي نفس الوقت انت بتصنافهم وبتقابلهم ب تشوف ايه المطلب الاهم بالنسبة العميل المطلب اللي ممكن يتأخر المطلب اللي ممكن لو انا مثلا ازانت في الوقت مثلا او في الفلوس مثلا ابدأ اتناقش في ان انا ممكن الغي هذا المطلب مثلا فاوفر فلوس معينة او اوفر وقت معين يبقى لازم اكون عارف ايه المطلب اللي مينفعشي مثلا يعني مش موجود زي ما اعمل مثلا استاد اكيد لازم ابلعب الكورة مثلا في الاستاد لازم بقى موجود بحاجة فائصية ما ينفعش ان اقول الملعب ده انا مثلا هضح جيش بش عمله لان هو اسم هو اسم الحكاية كله تمام بينما اممكن في الحالة دي مثلا مطلب مثلا معين خاص مثلا مثلا مدخل استاد بشكل معين او مثلا مدرجات معينة مثلا او حاجة خدمية جنب الجول اللي استاد حاجات خدمية مثلا ممكن دي بقتها مثلا اقل اهمية من الملعب نفسه فده ممكن ان انا استخدم خميات اقل مثلا جودة مثلا ما اضعتش اجرحة جودة الملعب نفسه دي يعني حاجة كوي سايد يعني ايه ان انا بلم المنطلبات عن طريق حاجة زي كده ايه طيب احنا اه من المقراضة العاملة ديرت طولنا requirement documentation بسطة المطلبات وrequirement receibility matrix requirements دي غارب مها متابعة المطلبات واننا نعرف الاتريبيوتس خيار خصوص طول ايه البدوات الانتكام مفترض من المطلبات هنا اعرف متراتبة صح こう المطالبات محاولة بالبرتز معينة انها حاولة ارتبهم المطالبات دي خاصة بايه؟ خاصة بكل حاجة هناك سؤال هنا مين هم الناس المعانيين ومين هم اللي بيتنقشوا ومين هم اللي بيتنقشوا بيه اصدح لك الاكسابيرت بالنسبة لك في حاجة اسمها اكسابيرت جزيمنت اكسابيرت جزيمنت هو تول موجود في كل الادوات او معظم العمليات فيها اداء اسمها اكسابيرت جزيمنت من الطبيعي ان كنت يعني من الكلمة اكسابيرت يعني ان الوقت بس انا اكسابيرت في مجال هل ده معناه ان اكسابيرت في كل حاجة؟ لا اكسابيرت في الجزيمنت في المجال بتاعي طبعا بتسئل ان انا متخصص حاجة معينة اكيد لو فيه ركوائرمنت خاصة بمطلب تاني يعني لو انا عايز الم ركوائرمنت خاصة مثلا بشغل مثلا فيه مثلا تصميم مثلا وانا مثلا راجل بشدارك تصميم هل ده ان انا هقدر اكون افتي في الموضوع؟ لا طبعا لو مطلب معين خاصة بالشغل مثلا ببرمج اكيد انا بشهة بشهة ايبقى الشخص اللي مختص بالموضوع اللي هو بيقوم بالشغل او راجل قديم في الشغل نفسه وعندما بيقوم مثلا مدير وظيفي مثلا من احد الهم ريشولت بتاعتك انت مثلا تكتب شغلها معينة ماشي انت بكتب مثلا مع مدير مثلا حاجة مثلا مدير مساحة مثلا راجل مثلا بيقوم انت الساحة قديم مثلا تشتغل في شغل مساحك كثير في المشورات متنوعة يقدر بيقوم يكون ليه مثلا رأي فيه حاجة خاصة بشغل مساحة مثلا امتحية في الموقع يعني انهو اكسيبرت في الموضوع لو في المهندس شاطر في الموضوع انت عارفه وقلاص بتفقله بتتلم منه مجموعة من المعلومات نشيد على الاقل عشان تعرف ايه المطلبات اللي انت هتلمها يعني حتى لو انه هو مش الشخص اللي انت هتلم منه المطلبات على الاقل تعرف لما تجي تتكلم مع الشخص اللي اللي هو فعليا هتاخد منه المطلبات تتكلمه في ايه وتقلبه يعني تتبقى تتناقش معاه لانه في فرق ان انت تكون فاهم المطلب المطلبات دي على فكرة حتى كبيرة يعني حاجة منها business analysis تحليل اعمال تحليل اعمال ده اهه يعني كل الشغل بتاعهم تجمع المطلبات وترتمها وتصنفها وان هو يعرف يتعمل خطر غم المطلبات وخطر تصنفها ماشي فلازم تبقى انت فاهم ان عمالية جمع المطلبات دي يشبه لا وقت قعد بيسمع ويلمه المطلبات مثلا تكون ليك تكون كنت نظر في البيزنس نفسه ده يعني انت هتباقش معه في البيزنس بتاعه فلانا تبقى انت عارف ازاي تحلل البيزنس بتاعه عارف ازاي تحلل البيزنس بتاعه غير لما اكون انا عندي خلفية ما عن نوعية البيزنس دي طب بعرفها من مين؟ بعرفها من اكتبه جد جيد منك بقى يعني بده اقول مثلا يا جماعة انا مثلا بقلم مثلا المشروع كذا مثلا المشروع مثلا في اعمال مثلا ولاكو الكهروميكانيك فاروح اسأل الكهروميكانيك مثلا اللي عندي في الشركة مثلا ما فيها اقول له دلوقتي لو العميل اللي يطلب كذا او مثلا ايه المطلبات الرئيسية اللي ممكن يطلبها في خصوص المشروع الفلاني اللي هو انا عارفه من خلال الشارطة فاقول له انا دلوقتي هاعد مع العميل فا ايه الحاجات اللي المشروع اتناقش معا فيها وهو بعد انه هو متخفص في المجال يبدأ اوه يقول اخد بالك ان الشرطة دوت بيقول ان هو هيطلب كذا وكذا وكذا فا انت اتناقش في جزالية لو طلب كذا ده مثلا تكلف عدد مثلا كذا فا انت اتناقش معاه لو طلب كذا ده لازمه زائمين بطبيعة معينة كذا او فيه بعد معاينة من المواردين بيورد الحاجة ديه او بتبقى تتكلم يعني ايه يخل منه معلومات عشان لما تبقى تتكلم مع الشخص اللي في المنه منه Requirement ايه الفعلية اللي تبني عليها طرق تنفيذك اللي هو هو سبونسر مثلا لان هو حاجة تقصي للبيوتوسية اللي هو من المطلبات لكن ما في المطالبات تنية مطالبات تنية يعني ايه طريق التنفيذ هل الاسبونسر بيفرض عليك طريق التنفيذ معينة وارد ان هو يفرض برج وارد لكن الكلام المنطقي اللي في معصر المشروعات ان هو خلاص بيجيك معينة وانت بتبدأ تبني على عساسها توصيف ليه طريقة التنفيذ توصيف ساردي يعني توصيف تفصيلي مناشي بتقوى في بنوض الاعمال وممكن طبعا والصح احناك تعمله بالفروت شرط زي ما احنا قلنا مرة جافعتك تعمل الخطوات بالتركيب بتاعها عشان تبقى عليك التركيب ومواعيد الاختبارات اعادك من الاختبارات وتتابعوا الخطوات الورك وفروت بتاعك وبعد كده تبدأ تشوف اعطي التنفيذ تاوي التنفيذ دي انت وانت بتتكلم بقى بقى بتلمي فيها من فريق العمل او الناس المختصين اللي اقاموا بالشغل ده قبل كده تعرف مقاطر الشغل ده ايه احسن بسلوب التنفيذ ايه طريقا نفسها والخطوات ايه الحاجات اللي انت تبقى محتاجها في الحالة دي تبقى دي كل اهر القوة ام انت تبقى القوة ما انت دي قصة بكل الناس يعني كل جزئية اكيد ليه فيه شخص هيبط فيها عشان كده من ضمن الحاجات انت تبقى عارف الخطة الاعدام على المطلبات من اللي بيقدر من اللي مع الحق الصلاحية ان هو يطلب مطلب معين ومن اللي مع الحق الصلاحية ان هو يرفض بحلول ان دي لها خطة ماشي خطة كالة من البلان اولناية بلان بلان اسكوبت بلان اسكوبت ملجمينت كمال انتو فاكرين اللي ترباح القرى في المرة الفادم ان فيه حاجة خطة بقول لي هدير اسكوبت ازاي وفيه خطة بتقول لي هلم المطلبات ازاي دول مخرجات العملية السابقة على العملية دي الجروب كرياتيفتي تكنيجي بص لو انت قاعد انت عايت قاعد بسا بتلم انت مثلا بتحاول شوف ايه الفريوتشارز اللي ايه في المشروع تمام انت بتهمي الفريوتشارز في المشروع على حسب هل الحجات دي مثلا اللي هو هتبكاله على مستوى طبط التنفيذ تمام لو عم صفة التنفيذ فانت بتقعد ايه ممكن طبع مع مثلا مع ايه المكتب الفني تمام مع مدري الشيول الفنية ده الو اعلى واحد متخفص ثنيا في الموضوع لو فيه شغل معادثة مشروعة مع المدير مثلا بتاع شغل المعدات بتفهم منه برضو الموضوع بتليم منه ركوير مينس خاصة بشغلنا جيد ركوير مينس يعني ايه؟ كان هنا دوره في الموضوع ان انت بتفهم ايه مطلبات تنفيذ الحاجة ديه؟ دي من ناحية ايه محيز التنفيذ؟ اما في المرحلة السابقة على التنفيذ اللي انت بتكلك ركوير مينس منه سبونسر او من المالك يعني فتقض تاخد مطالبات من الشخص الملك للمشروعة وتيسة يعرضها مصرد على الفريق الاولاني الخالي فريق الادارة فريق الادارة انت كونته فريق الادارة المشروعة قبل ما تجيلي الفريق اللي هيقوم بالتنفيذ ففيه فريق للادارة فبتقض تتنقش معه فريق مينس تيس و تستكى منها فريق مينس تانية تروح ترجع تانية تتنقش بتاع عميل فيها فيضيف حاجات ويقضي الحاجات وتيجي بعد كده مثلا في طريق التنفيذ مثلا قبل ما تجيلي الفريق اللي هي الاكثر تفصيلة في طريقة يعني موجودة حتى في العطا وانت شركتك بتقدم العطا عشان تاخد المشروع ده في طريق التنفيذ بتبقى يعني او اولية كده اذا انت تبني على سحر مجموعة وطلبات بلد رئيسية وتتنقش مع المدارين الفنيين مزيش في الفنية في العدك او مؤديك او مساحة او كذا طب احنا نحتاجين ايه عشان نعمل كذا تمام؟ مع مرض البشرية ده احنا نحتاجين ايه عشان نتسكن عدد مثلا معامل العمال احنا نحتاجين كام عامل في المشروع ده مثلا احنا نحن نسكن الناس زيادة عشان نقدم بفضلهم مؤسلات مثلا او كذا يعني تبدأ ده كلها هيكوار منه فكل حاجة ده هيكوار منه مثلا عشان اتكلم مثلا في التسكين مثلا اروح كامل مثلا المساحة مثلا المداري بتعمله بالتسكين المداريش الموارد البشرية هو محط ده من الظل بشرية فانت بتروح للحائل شخص عامل اللي بيحكم ده ايه بقى خط جمع المطلبات خط جمع المطلبات اللي هي فين غيري هيتلاقها هنا انبوت معنا نبدأ في العملية اللي احنا بتتكلم فيها اللي هي عملية الفايلسكوب الفايلسكوب عملية الفايلسكوب الفايلسكوب خيب ايه عملية الفايلسكوب اتنقى رحل مع بعض الفايلسكوب ده يعني انت هما بتعرف توصيف ليه المشروع بتاعك او القرات خيب اتنقى تعني ان ايه حاجة تقصيلية واسكة تقصيلي 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 وتقول ايه عشان تنفذ المطالبات العميل دية لازم هترجع ليه المتخصصين فنيا عندك في المشروع والفي الادارة اللي انت فيها او الشيكة انت فيها هتتلمنه المطالبات برضو لتنفيذ هذين المطالبات يعني المطالبات العميل باعت العميل في طلب مطالبات معينة هل العميل لو طلب حاجة على طول مفيش مناقشة مثلا معاه فيها ولا لازم يكون فيه نقاش فني حوالي الموضوع عديكم اشأل الاكاة في مطالبات مصروحة ايه في حاجة اتماه الارث بريشر الارث بريشر ده ده ان الطريق ده لو مثلا تعمل مشروعه جانبه فالطريق ده فيها عربيانة بتمشي بحموله معينة فتضغط على طباط التربة طباط الارض يعني بتعط الموقع حد ثاني كده مصموها كده شكو صورة جماعة تمام الارث بريشر ده هتبصت تلاقي ان انت لو عندك صور صورة تمام حوالين الموقع تعمل صورة هتلاقي الصور بيتهد بعد شو هيوقعه هيوقعه ازاي طب ليه لان فيه ضعف ليه من العربيانة بتضغط على الاسفانت والطريق تمام فالطربة بتضغط على الصور تمام ايه فانت بتعمل ايه منها تعمل حاجة اسمها حوالي ثاند مثل المدنيين هيتكور بيهنين اللي بيهنين هتتعمل حاجة اسمها حوالي ثاند حوالي ثاند بتبقى حاجة دول الارض تبقى 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 منها تبقى مدني إنما الغرض منها إنها تاخذ الضغط بتاع إرثة برشة اى ارضه هي والطلقة ثاند يعني شكر الرد زيادة طيب، لو ان العميل بيش فاهم حاجة زي كده طيب ما ذكر الكوار منتنيين يطلبوا والعميل؟ لا مين؟ المتخصة فنياً مين متخصة فنياً؟ فكروض المتخصة لأغواء فائد فنياً طبعاً لو راجل مثلاً راجل مثلاً بش مدني فبالتالي يشفهم الجزئية دي طبعاً في الحالة دي لو انت راجل بش مدني أول حاجة بيكون لي أحدثها بكتب فني مثلاً في الحضارة اللي انت فيها مثلاً مع قطم الجودة هتلاقي كل مدري مخصصين كل مدري مخصصين llo من نسبة للشؤون الفني فانت لو ان اكيدت حتى راجل مش متقصص فيه النوعية دي من المشروعات بتبقى اكيد بتقعد مع الشؤون الفنية او المكتب الفني اللي بتابع الشؤون الفنية تبنى اش معهم فضلات التنفيذ ومعويقات تريد تنفيذ زيت ووضلات التنفيذ زيت تاخد وقت ديوريشن دي بتعرف عن تنين يتقول لك كيفت معاين بياخد ديوريشن كذا تمام ؟ هل تتعرف انك بتعرف ريشورس لها ايه و تقتصر اذا تعرف ازاي معدلات اداء ريشورس المعين معدة معاينة معدلة اداء ها قد ايه؟ الساعة مثلا انت تتعرف اكيد من الشخص المسير عن الشؤون المعدات بجازة المتخص الفني وكل حاجة هو اللي بيقدر يقولك على المعلومة انت مشروع باستنسيس لكن في معلومات كثيرة وداتة كثيرة جدا بتاخدها من الاشخاص اللي هم الناس المتخفصين والخبراء في هذا المجال تمام؟ طيب يعني الموضوع دو موضوع دو نجاحه او انك تعمل وصف فعلا تفصيلي ودقيق وسليم ليه الاسكوب بتاعك تمام؟ مثلا بيبقى حاجة جوهرية واسية من غيرها ما يفعش تشتغل اساسا لانك انت هيكل تقسيم الاعمال هتبني على اساس ده تمام؟ والاكتيفتس هتبنيها بناء على هيكل تقسيم الاعمال والاكتيفتس دي هي اللي فيها كل الحاجات بتاعتك تمام؟ مبنية 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 طريق تقسيم دي على ايه؟ مبنية على مبنية مبنية اول حاجة حاجات جاية ليم الشارتر مبنية 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 احجان او مبنية حاجة مبنية محاجات لازم تبقى وجودة مبنية مبنية لكي نقفز بالطريقة معينة لازم يكون هناك فرضيات معينة لتكون متوفرة لها المواد معينة فرضا أن هناك معدات معينة أنا مفترض أن هنفز بها ثم بعد ذلك لتكون هناك مشروع ثاني يبقى ده شيء مطلوب أنت فيه تنفز ازاي والأسفام مشروع تديه شيء مهم جدا لأنك أنت تبني عليه حتى دوريشان بتاعتك ودورس بتاعتك كل الأشياء بتاعتك على فرضيات معينة تبني مثلا الميزالية بتاعتك سعر مثلا الجنيز حاليا كذا لأن كنت سعر الجنيز بسبب الدور عشان بستعمل تاعتك وحاجاتك وحاجاتك بسبب الدور مثلا بسبب الدور مثلا بسبب جنيز على كده أنا بقول بذلك المشركة بفرضا الدولار مثلا سعره بسبب طباعة مثلا ما حصل خراسين طيب ما هو ده معناية التوريدات كلها هتبقى بزع في تمانها أو أكثر تمام؟ يبقى بتكتب سعر الصرف مثلا بأخطمشا سعر المواد الرئيسية التي تستهلكها مثلا أو الخامات الرئيسية مثلا موجود سعر أثمنت مثلا وليكن سعر الحديد مثلا كذا أن أنت باني كل فرضياتك على هذا كده يعني كل شيء يقول لك على هذا كده تمام؟ فأي فرضيات ده الصمشة وفي حاجات مقيود احنا عندها سنت قيودة جامعة ماذا بتقيود يعني إيه؟ ده هم سنت قيود حد يفكرهم؟ حد ممكن يكتبه أو يكتب أي قيود يعني اللي هفكر أي حاجة من القيود دي يقولها كده صح 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 ثم صح الجزء من يعني أنت بتقول لها محدود بموارد معينة ماشي بشري وموارد معينة من ناحية مثلا المعدات ورد معينة من نسبة الخمات مطالب بخمة محددة الكواليكي صح يبقى من الريسورس تاعتنا هما ستة بسورس اول حاجة منهم ايه؟ فلسكوب فلسكوب ده اول حاجة وبعد كده ايه؟ بسكيديول او الطايم وبعد كده وبعد كده الخوص وبعد كده ايه؟ وبعد كده ايه؟ وبعد كده ايه؟ بسكيديول او الصح الريسورس هي كل نوع ريسورس الريسورس ده هدى لاجعه تبدأ دخالك في كذا حاجة تخذك بصفة بلوكوربينت معينة وبشعبية تابعة الريسورس عشان توقفر الريسورس دي انت تتعافض مثلا ولا انت عندك معدات تنفس بيها ولا تستطيع تأجر معينة ده وهتأجر ولا هتشتري بعدها برضو دخلتك بلوكوربينت فذول الستة كوليسترينز بتاعها ماشي يبقى اذا الفرضيات وكوليسترينز تمام والميجورد الريسورس دول حاجات رئيسية واساسية تمام تبدأ تبني الريسورس بتاعك الريسورس او الميجورد الريسورس كما هو شيء يعني الميجورد الريسورس بتاعتك بدبنيها على الاساس دي الحاجات دي هتشوف الحاجات دي بتؤدي متاجاتها يعني هل التاريت تابيس دي تؤدي لاخراج هذه الريسورس يعني كولي الريفورس معين ايه التنفيذ هل فيه تنفيذ معين بيؤدي في نهايته انه ينتج هذا المقرض تعمل وهل انت تنفيذ بتاعتك رعية الاسسام بشا مستعتك وكوليسترينز بتاعتك مقابلة ميزانية مثلا معينة ثم منها هعمل تنفيذ معينة بس هتكلفة الكوز كتيرة اذا انا هتصرف كده مصورا ميزانية لك اذا انا مقابلة ميزانية معينة او مقابلة بربك زمن معين هعمل تنفيذ معينة بس هتأخرني كتير يبقى الطبيعي ان انا محكم بحيطة الكوسترينز ديت ولازم اروع الاسسام بشغط اللي عندي الفرضيات الحاجات اللي مفترض ان هي موجودة الشكل ده مهم جدا ليه بيقول لي علاقة العمليات ببعضها عشان يعافق كل امبوت اللي عملية ديت جاي من ايه تعم الشرط اللي ادخل منه ايه شرط اللي ادخل منها ايه ايه شارطه طيب هتاخل منه ايه شارطه تب ليه بيكت الشرطه ده هتاخل منها ايه تاخل منها من ومن 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 طيب ايه 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 تعم لازم لانك انت الهيكل الوظيفي هيفيلك جدا في المغالة تقلل الشرطة للشركة بتاعتك تتفيذك الورك الفيو ده بنزل اللي هو بإيه اللي كان بنزل الفردين بتاعتك سعر الصرف والحاجات اللي حاليسة كانت منتكلم في أدية والنجمال هي تطلق التنفيذ على السامشن على توفر خامة معينة انت تطلق تنفيذاتك ان كيف تشتغل بخامة معينة لتوفرها ونسع لها كويس مثلا نسع لها مناسب نتخيل ان فجأة اللي بتاع الحاجة اللي بيس متوفرة طيب التنفيذاتك هنا اللي كانت هاتبشي بتنفيذ الفرقة يعني لم تكنت هتنفيذ الفرقة دي لأن الخامة دي متوفرة فجأة الخامة يوجدش متوفرة فتخيل ده بقى يعني يعصر وما يعصرش على مشروع يعصر طبعا طيب البلانسكوب اللي هي اوه عاملسكوب فتخيل ان شايف الشكل ده كده اللي هو الشكل الرماضي الرماضي دوت معناه ايه؟ ان عملية دي داخل نور الجارية واحدة اللي هو بريس كوب بريس كوبس عناق دي ودي 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 كل من هو داخل كل عملية داخل المستطيل مثلا ده او الشكل اللي هو الرماضي ده بينما الحاجات اللي بره هي دي اللي هو الرماضي كل دول كده حاجات بره السيستم او بره الجارية دي لو انت بتتكلم عن حاجة السيستم اناليس دي يعملوها بالطرق دي السيستم اناليس دي يعملوها بالطرق دي عشان يقولك الحاجة دي من بره السيستم بتاعي ولا مندخل السيستم يعني الحاجات اللي هو الرماضي بسيستم ى او حاجات اللي هي أنت بتقول أول عملية اللي هي او حاجات اللي هي ولينكم التاريخ الإ tendencies engagement وره كل لي في قمتلك عملية رقب اثنين هنا تاخد منها بلان لأنه تستطيع الوصف التي طلبها هي تستطيع الوصف هي اتقول لي زي اعمل scope , هي اعمل scope management , اعمل Veer 1 اعملية كيف ايه ايه هي اللي بيقولك اه اضطط لسكوب , scope management plan هي اللي بتعرفني ازاي اللي اعمل وهي تعرفني صعيف علي! وهي تعرفني صعيفة بلكتل اسكوب وهي تعرفني صعيفة إظهارة المنظمة هي تعرفني صعيفة إنها عملتك كل الأشياء الخطة الجهاز وكل المال كل خطة تبقى هذا في أي نورجيريا لديه بلان مثال بلان بلان بسكوم مناجمينت يعني ها في الوقت بلان سكيدل مناجمينت ورحبت بلان كورس مناجمينت تبقى أول عملية في أي نورجيريا بيتعرفني إزاي هقول بجميع الشغل فيه الـ knowledge area داية. فهي تبع حاجة حكمة لجميع الـ knowledge area. ماشي؟ جميع العمليات اللي في الـ knowledge area. عشان فيه عمليات مثلا في الـ knowledge area فيها اربع عمليات. في حاجات فيها ستة عمليات او سبعة عمليات. فبعملات دي ايه الـ tools بتاعتهم وايه الـ inputs and out بتاعتهم وايه الـ l-opture عمليات دي ببعضها الـ plan الفرعية. انا plan scope دي plan فرعية. من knowledge area معينة هي اللي بتعرفني ازاي اشتغل اعمل لمية العمليات اللي معاها في نفس الـ knowledge area. تمام؟ طيب ايه الـ collect requirement بتديني ريكوارمنت الكومنتيشن. طيب. المخرج العملية السابقة. طيب ايه? العملية الاولانية وده العملية التانية. ده كان المخرج الرئيس الساحة. ده المخرج الرئيس اللي هيتخديمه هنا. هل الترسيبيلت دخلت معنا? لأ. ترسيبيلتي هنا في الحالة دي ولا خلتش معنا. تمام؟ انما هي اللي اللي دخلة معانا في العاملات الزفالسكوب كايمون. تمام? طيب. ليه بقى لانها بنزال تنفيذ على قسل المطلبات. هو انا هنفذ ايه? هو انا هشتغل على حالة ايه? كله يكونوا مطلب ماشي? انا مطلب بتنفيذه. طيب عشان ينفذه بطريقة تنفيذه. يبقى ايه الزفالسكوب ديت هي هتنفذ المطلبات اللي اتوافق عليها. نحن قلنا بشكل المطلبات هتوافق عليها. في حالة الحصوبها ريجيكت. كم المطلبات انت هتقعد تحل المطلبات الموجودة عشان تشتق منها مطلبات تاجر. عمالات جميع المطلبات يا جماعة دي شهادات كبيرة تتخص في الجزئات ان ازاي تعمل business analysis. ازاي تعمل business analysis. الشاطر بلقى في تكلفة اجمالية. بيتمتعرف عليه بان هي ممكن تزيد 75% او تقل لـ 25%. وده هنعرفها بعد كده. ان هي ممكن تزيد 5% او تقل المخرج بقى بتاع العملية دي. مخرج العملية دي. مش هيكون هي project scope statement. project scope statement. تمام؟ الشرط الهن اهم اه يعني الشرط هي مدخل لعملية لان اه اهم موجودة فيه اهم موجودة فيه. والاسمبشن مرض الرئيسية فاضياته الكونسترينز الرئيسية موجودة مكتوبة فيه. ما انت تزيد التعافيز على الكونسترينز الرئيسية والاسمبشن الرئيسية اللي موجودة معك. يعني ممكن هو نفسه يقول لك نفسه طريقة فولاني. يعني ممكن هو نفسه. ايه رجل العامل اللي هو انه متحاص في البجان. يقول لك نفسه اللي يلطلعك فورانيك. ماشي. اتسيحة. يطلع انت تزيد السرعاتك. انت بتقدم طريق تنفيذ. يعني مثل القسم العطاقات عندك في الزرة بتاعتك او في طبيعي ان المشروعات المشروعات الى الابوريشن. فبالتالي كل ما بتدخل فيه المشروع اكثر كل ما بتاخد معلومات اكثر وكل ما بتعدل طريقة التنفيذ. امام. وتعدل جميع الخدم. وتلاقي ميزانات عدلت معك. وتلاقي المشروعات الى المشروعات الى الشرطة. لكن المشروعات الى الشرطة. وانت تقدم المشروع نفسه وانت تقدم المشروع وانت تقدم دراسة مالية وفنية بالطبيعي ان هناك ميزانية تقديرية والطبيعي ان فيه تنفيذ ما انت يعني احططها عشان يبقى حاجة فنية يعطي دراسة فني ويسمى دراسة مالية بعد حاجة يعطي دراسة الناس اللي يشغلين في المجالة عاستين كده كويس الناس يدرس فني فلو نجح في الفني يدرس مالي تعم؟ طيب البيجي فسكوب استيتمت دي هيدخل معنا بعد كافة عملية ايه؟ في العملية اللي جاي لك الريد بالدابل ويف ويدخل معنا في عملية النمراء الدولي جايلي دي عملية خاصة بالطاير تمام؟ ليسيقوات الاكتفتي والاستمت اكتفتي بريريشل وديفلوب الاسكتول تمام؟ ويدخل معنا في ديوكومنترس خاصة بريكي ديوكومنترس خاصة بالمشروع بريكي ديوكومنترس دي ممكن قصة مشتنسة معينة ومسا قصة بريكومنترس معنا ممكن ممكن في مائلسطوم معينة ووركي مكتج وعنا تعدل عقسي دوك يعني على سبيل التنفيذ ديوك تمام؟ لان تنفيذ ديوكومنترس ديوكومنترس ممكن تبقى جزئية جديدة فهيتم تعديل الو بيسا بلاع عليها فهيتم تعديل الوركي مكتج بلاعا على تعديل الانبوس احنا استعرضناه سريعا طيب ايه هو الاسكومنترس احنا قلنا ايه فايت الاسكومنترس ماشي ان هي خطة فرعية والنهاية اللي تحتوي على جميع الحاجات انا دميها العنشطة اللي هتمكنني مننا اقدر ادير تمام؟ الاسكومنترس وان انا اتابع الاسكومنترس وان انا اعمل وفالتيت عليه فالتيت عليه اللي هو الموافقة الكتابية اللي احنا هنا عليها اللي انتها بقى التسليم يعني اللي اللي عميك البروت الشرطر اهم حاجات في ايه؟ او بيقدم لنا الايه؟ الهي لفاقر تمام؟ وبيقدم البروتكت ديسكريبشن مش احنا قلنا فيه حاجة صغيرة وبيجيش تسكوب بيشرح الاسكوب كبرودكت تمام؟ اللي هو البر الوظيفي للمشروع نفسه حاجات الوظيفية الفانكشمال في المشروع تمام؟ اه الشرطر فيه فيه الهي لفاقر للحاجات ديس الهي لفاقر مثلا دي اه محطة مثلا توريد كهرباء مثلا ماشي لو قلنا هاي لفاقر مثلا البروتكت تعم؟ حاجة ممكن يقول لنا في محطة الكهرباء مثلا المحطة الكهرباء هاي لفاقر تبقى ايه؟ محطة الكهرباء تطلع مفترض يعني مخرج بتاعها ايه؟ الكهرباء بس ميجاوات معينة المحطة فالنقدار دوت اول حاجة اللي أنا ببني مع الخطاع دفها تعم؟ او بيدي كان حاجة لتويد الكهرباء تبقى المفترض دي لها في روضة بسكريبشن كان حاجة لتويد الكهرباء اما لو كانت حاجة للرف لالرف تبقى تبقى لها في روضة بسكريبشن اكيد مختلف مش كده لا وليها معايير معينة بالنسبة للقبول او الرف بيها نمثل هنا البيجيز او فنسيلد بروشيكت سكوب اللي هي القاعدة الاساسية ليه البيجيو سكوب ستاتمنت بنسل في ستاتمنت بتاعتي بلية تراتة تنفيذ بتاعتي القاعدة الاساسية بتاعيتها الشرطة ستاتم اذا اضطأ في خيار هذا القهونا في خيار اليوم اضطأ مدخلي من الفاجر فهي مذكورة مذكورة هنا كالاسمة لكن ما قالشي الـ E F بشكل صريح يعني هو يكون قصر لها ضبنياً كده، هي مفترض أنها ضبنياً بأكيد يعني، نقولنا حتى هي لئة الموناتز الموجودة لكن ما قالشي الـ E F بشكل صريح ما قالشي الـ E F بشكل صريح أنا بس يعني إيه؟ أشوفت كده في ملف عشان برضو ما قالشي الـ E F بشكل صريح أشوفت كده في السابقة وعبينة عملية ينبط لها وإستبعيتهم إن شاء الله سأعرفها بشكل صريح إن شاء الله ما قالشي الـ E F بشكل صريح ما قالشي الـ E F بشكل صريح ما قالشي الـ E F بشكل صريح ما قالشي الـ EF ما قالشي الـ EF مرحباً ما قالشي الـ EF ما قالشي الـ EF وحسن على دروس قفت ان الاثنين نفس الحاجة او ان الاثنين يعني يكون واحدين لعب الا واحدة او حسنهم رابعتين وهنلاقي نقصرد كل العملية يبقى فيه اليموت بدعتنا حتى لو انتظر شكل فى احنا مع شكل ظنى ايه اس اللي هي التضراج الانتفاكتر حسن ممكن دايج اسألت الانتحان ممكن دايج اسألت الانتحان يقولك إيه الإموت للي مش موجود بدون الإموت ديه إيه الإموت الـ Depend-Scope ويذكر مثل الـ Requirement Requirement Documentation رسكومة ماليجمينة بلاين organizational process assets و l-Enterprise environmental factors يبقى الإجابة l-Enterprise environmental factors لأنه مرقانش بشكل ما شلقباش يبقى لو سعر في الامتحان يبقى ذا الـ هي اللي مش input ليست مدخل من المدخلات عملية الدفان السكوم. اما معدل ذلك يبقى ايه؟ بقيت الحاجات دي مدخلات معادل. اما بلقوب ايه مدخل اتقال بشكل مباشر. اما EF لا. اما في الواقع العملي برا مع الامتحات. في الواقع العملي ال EF منطقيا منطقيا موجودة في الدفان السكوم. لما بتطير. نتقام لبيت الـ الـ طيب التول في بتاعتنا ايه بقى؟ الـ 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 الهي الامتحان حاجة معاناة في أعمال مثل كهر وميكالك بلتنفس لازم تطريك تنفسها عشان تعمل شيء ما في أعمال كهر وميكالك لازم تجيب الناس المتخصصين في الحاجة ديت ولازم الناس دي مش تجي تشتغل عطود لازم دون خطة تشتغل وميكالك إذا لازم تفعل الناس المتخصصين يبقى التخصص الفنية هم اللي في كل الحاجة حاجة معاناة في شغل مدني إنشاءات يبقى مصطبيعي أنها لا يوجد شغل برمضيات يبقى بشرح أسأل مهام برمضيات مثلا أعضائي فنية لا يوجد شغل برمضي إنما في شغل أعمال متقسمة من مدني ومن كهر وميكالك يبقى مصطبيعي بتسأل الشخص أو حسب طبيعة المشروع نفس المشروع اللي هو إيه؟ الربروبس كوب تمام؟ الربروبس كوب دي بتخطها بيها إيه؟ يعني بغط أنالسيس يعني أنالسيس يعني تشوف إيه الحاجة اللي المشروع هيصلعها كشيء ملموس لا ولا تمام؟ النتائج ملموسة تمام؟ المنتائج أو محافظات ملموسة تشوف المشروع بتاعك نتائج ملموسة أقولك في شغل الموقع اللي احنا اتكلمنا عليه نتائج ملموسة نتائج ملموسة الربروبس كوب يبقى بشكل خارجي الناس كلها أو المشروع اللي طلبه أو العميل اللي طلبه مثلاً هذا يرى بشكل معين يعني إيه؟ هو عايز صفحة رئيسية مثلاً بشكل معين عايز الصفحة دي مثلاً يكون عرض منتجات مثلاً إيه عايز المنتجات دي كل منتج يبقى ليه صورة تحته بسعر المنتج عاي صفحة خاصة بالدفع الإلكتروني إن مثلاً لو حد يشتري مثلاً منتج معين يتحول إلى صفحة مثلاً بالدفع الإلكتروني مثلاً أو قبل ما يتحول صفحة بالدفع الإلكتروني أول يقول هو عايز كام كمية نفسها من العنصر ده بيضافها مثلاً لحاجة مثلاً مثلاً سالة المشتريات مثلاً لو عايز يشتري حاجة تانية بيضافها لسالة المشتريات ويضيف الكمية بعد كده بيعمل confirmation هو عايز يشتري الحاجات دي بيأكد أنه عايز يشتري الحاجات دي بيتحساب له الإجمالي اللي هيدفعه كمية قيمة الحاجات المشتريات دي بقى كده ويكون لدي الوقشن هو يشير حاجة من السلطة مع الإلكتروني أو يثبت الحاجات المشتريات المشتريات دي ثم يتحول على موقع مؤمن مؤمن للدفع الإلكتروني عالسا بيبقى موقع ده بيبقى موقع ده بيبقى بر الموقع بتاعك فعاليا متقصفها على موقع عالمي خاصة بالدفع الإلكتروني انت بتتعاقد معهم يعني كانت شركة أو شركة بتتعاقد انت معاهم على انهم يقدم لك خزامات للموقع بتاعك أو للدفع بتاعك إن استعمالك دفع إلكتروني وتبقى ضايل يعني التنفيذ التعطيبة ده أجمع بشغلة من أول كده تعطيبة عايشة من أول كده من أول كده فده برضو أشبه بمقاولة معاينة توريد او دفع الخدمة انت متعملاش عندك وممكن تعملها عندك في الشركة بس ده ممكن أكثر شهرة انت متعاقد معها شركة بشركات بقدم خدمة الدفع الإلكتروني وتقمينا الموقع بتاعها تقمين كويس ضد الحجاجات الهاكر والحاجات دي هم تتعاقد معاهم وده بعد ده بيضاف تقيمة على قيمة تكلفة الموقع لان نبقى من الموقع بقوش الكلام دوت بقوش دفع الإلكتروني والحاجات بين دي بيبقى غير لما هيكون في الحاجة دي لان انا هبترى ان انا اشترغ الخدمة دي من شركة متخصصة المنزود من بره تقيمة العميل تقيمة كل حاجات دي تقيمة تقيمة العميل يشفهم حاجة في البندويتس ما يفهمش حاجة دي ايه يستخدمها للا المعمول بالاس بي ولا بالده بي معمول حاجة مثلا ايجاكس مثلا ايجاكس مثلا دي حاجة من الناس اللي يتعلمون برمضة او كده يتعلمون ايه فيه مثلا صفتيور باكت جمعي مثلا ممكن يبقى تستخدم حالية قوضة بطورة تبقى تقليفتها قليلة بالنسبة لي لاني مستخدم مصدر فيه حاجات ثانية ممكن تبقى حاجات تبقى 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 افصى تطورا مثلا انما تبقى سعر غري فطبعا ده يؤدي ان انا باعمل موقع مثلا بلغة مثلا مثل بي اتشي بي هيكون ارخص بالنسبة لك الدعم الفني اخل والعكس انا باعمل حاجة مثلا 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 ايجاك الموقع في الحالة دي تكلفته كبيرة لاني باشتري لايسنس معينة اعمل بها ببرامج دي تستخدمة معينة اعمل بها الشغلة وفي نفس الوقت بيقدموني دعم فني كبير يعني هو زي ما بس اقوله كثير بس بيقدموني دعم فني كبير وتستخدمة ثم اعدوا رعمل بها وفطايت في زمن مثلا اقل امام او بمستوى من مستوى من الفليكسبيلتي في الموقع افضل امام 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 طيب العميل يعرف ايه عن الفليكسبيلتي ولا يعرف ايه عن البندويتس اللي مش عارف كذا والسيرفر مش عارف ايه يعني هو ما يعرفش القصة دي كلها امام انه ما بقى هستخدم تيكولوجيا ايه ويجي ببروغرامات ذا مثلا عندي يقول لي لا اذا فيه تيكولوجيا تانية ده بقى هم استخدمنا خلط يعمل كذا وعملنا مش عقلوس بتعمل كذا تمام امام امام القصة دي ما يفهمهاش العميل وبسبب فرض ما هو يعادي يعني امام يعني لان المتخصص ثنيا هو اللي امام 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 هذه التحرزز دا دا بيبقى امام امام بيحول دتياج ملموسة يعني بيحول التحرزززق من الشرط لشربال انتج July يعني Dubot دائفز nächste MY بروضاك العارف باستخدام هذه التحقيق بالحمق عن نائزة ناصل جديدة انجينيريك تعني ايه يعني انت ممكن تعمل بريك داؤن متى اشيه بس خاص بايه بالبروضاك نحننا الممكن ان تقسم من الاقتصاد بووركه الفعلي اما البروضاكت هو الحاجه انا الا انتها تجي تنسى هنا هنا ممكن هنا نعمل نفسنا نحن نمسك كبرو بقت كده تمام؟ ماشي؟ نحن نبريكداون كده تمام؟ نقول هنا مثلا المين بيش م بيش تمام؟ مين بيش متقسمة لأيه؟ سوف نرى بعيننا مثلا مينيو معينة مينيو 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 كابين مينيو مينة مينيو مينيو مينة و lamco متقسمة لأيه對 مثلا فوتر مثلاً في الموقع باس فوتر مثلاً في الصفح تمام؟ طيب، هذا الباضي ماشي؟ شاهدوا برضو ما عرضيه مثلاً دي باضي تمام؟ صوت كده واضح ولا صوت باضي تمام؟ طيب، الباضي ده بقى جوا إيه مثلا؟ ماشي؟ طيب، بتعصفها الرئيسية، جوا كذا وكذا وكذا تمام؟ طيب، ما ده كل حاجات دي، انت بتشوفها كمستخدم ما بتركشي، الباضي ده معمول إزاي؟ معمول بتستخدميش إيه؟ ولا جزئيه أنا عمل لها بكرافصات إيه ومستخدم إيه وكام سطرة في البرنامج، وتقيل بتشوفها إيه واتصل إزاي؟ بيحصل الكوير منت في قاعدة البيانات يعني بيحصل لكم بتشوفها تلكت إيه الحاجات اللي هي بتاعت الناس اللي متخصصين في الموضوع طيب، لأ، أنا بقول الباضي ده مثلاً مش هقوله غير كهي ديسكريبشن هي ديسكريبشن أو بوصفهم ناحة البرودكت تمام؟ البيضة كبرودكت كبرودكت بيشوفه المستخدم تمام؟ عامل إزاي؟ بقول كبرودكت نفسه هو عايز البيضة شكله عامل إزاي؟ بيضة على الموقع ايه؟ مكونات بتاعته تمام؟ فهيقول مثلاً المنتج مثلاً السعر بتاعه مش عارف إيه، أو منتج مثلاً السعر بتاعه مثلاً، أو مثلاً معين مثلاً منتجات وراء بعد 10 منتجات في صفحة واحدة أو 20 منتج في صفحة واحدة مثلاً، ممكن يعملها صفحات تمام؟ يعني يعمل كل صفحة والتالي والصابق ومش عارف إيه، وكل صفحة فيها مثلاً مجموعة منتجات تمام؟ ممكن يعملها كليستة ممكن يبقى إزاً كل الحاجات دي هو بيقعد يقول بقى الشكل اللي هو عليه تمام؟ السعر بتاعه السعر بتاعه بيعرفك يعني السعر متكون من كذا السعر بفرعي والسعر بفرعي ده، ليه مدخلات وليه مخرجات بالشكل اللي هو اللي احنا كنت نسألينه في شكل العمليات دي، أدخلكوا إيه العمليات دي وللقتها ببعضها ده دي، تمام؟ الشكل ده مثلا، العمليات وللقتها ببعضها ده كده شكل زي business analysis زي business analysis فالحاجات اللي جوه السيستم، العمليات اللي داخل نفس السيستم محطوطها فيها في حاجة واحدة العمليات اللي منبرد السيستم دي في حاجة تانية والأسهم دي بتعبر عن ان دي حاجات يعني كرابط بين العمليات دي وعمليات ان دي الاتجاه السهم ان ده مدخل ده بش العكر ده هو المدخل ده وبعد كده الاول مد بيبقى ايه؟ الاول مد والاول مدخل ايه؟ هو بيكتب ايه الحاجة اللي هي اول مدخل دي على السهم نفس ده شكل من الاشكال ان هو بيعرف كده ليه بيعرف يعرفنا الانتر اكشن ما بين الاجهزيات النظام وبعضها اللي بتبني نظام ما؟ اللي بتعرف ايه اللي بيربط المكونات دي ببعضها لان الحاجة دي مكونات من مجموعة مكونات فمجموعة المكونات دي فيه انتر اكشن سيما بينها ما هو سيستم السيستم ده ايه؟ مجموعة من المكونات تشتغل كتلة واحدة او كشيء واحد او يؤدي الهدف واحد او هدف معين يعني طيب هيؤدي الهدف معين اذا كل كومبوننت بيتفاعل مع بقيتك كومبوننت بشكل او باخر بطريقة مباشرة او جر مباشرة عشان يؤدي لان السيستم ده يعمل النتيجة اللي هو مطلوبة منه يعني صحيح فانت دي حاجة من الحاجات اللي تبق بيها تكون وسيلة انك تعرف تستيعيشتغل بيتعمل فيها طريق التنفيذ انك تعمل السيستم اناليسيس اللي بيعمل السيستم اناليسيس بسرعة كبيرة جدا الناس اللي شغالي في تكنيجية المعلومات اللي يو بيعمل السيستم اناليسيس الناس اللي شغاله في البرمجة مثلا قوعد البيانات وفي السيستم ديار بي وكي بتلاقيهم عارفين كويس اللي بيعمل السيستم اناليسيس 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 بيعمل السيستم اناليسيسيس بيعمل السيستم اناليسيسيس بيعمل السيستم اناليسيسيس بيعمل السيستم اناليسيسيس تدخل في مرحلة انك انت بتعمل ديزاين مثلا للموقع او كذا انت بتدخل ان انت وانت محطة الشيسيماناليس ده مرحلة كانت سابقة عن جزئية انك بتعمل كوراستراكشن او جزئية ديزاين ولازم نفرق بين الشيسيماناليسيس وبينساناليسيس اناليسيس ده جمع مطلبات بيتكلم عاك في البيزنس بتاعك نفس والكلم عاك في المطلبات وتصنفها وترتيبها والاولويات والدكومنتيشن بتاعتها وخط التصنفها دي حد الحديثة بتاعت البيزناناليسيس اما السيستماناليسيس ده الكلام في الديه في الديه ده تطبيبها اجرب وهي فعلا موظيفة مهمة جدا ويردت محجلا الاوحد خد خلفية كده عن السيسماناليسيس يفعل شيء كويس جدا حتى لو مبرط موظولة موضوع المعلومات السيستماناليسيس احن بيقل انت مشهورين هما شيء انهما بيهتموا جدا لكن لو ان اي حد من مبرط موضوع المعلومات يتاهتم بحط السيستماناليسيس هذا شيء مهم جدا، يعني شيء سيكون اضافة كبيرة احنا قلنا في حاجات كده ممكن تكون فاهم من تصنع فارق كبير ونكتب مثلا تبقى راجل فاهم في التعاقدات برضو دي حاجة تصنع فارق كبير نكتبع عقد معين وتطلع تحلل الالسس للعقدة شيء مهم جدا، فاهم التعاقدات كوي دا شيء مهم فالك تبقى فاهم يعني ايه دا انالسس زعر يعني لو تصلت على التنفيذ بديه من التنفيذ اعزائر فا لها انالسس معين عشان نبقى استقرار دا برضو حاجة كويسة جدا المهارات التفاوض دي حاجة مهمة جدا جدا في حشات حاجات كده تفرق فعلا ما بين مدير المشروع ومدير المشروع يعني تخلي مدير المشروع يبقى عبقاري فعلا وحاجة تانية ممكن تبقى ايه تقول لك مثلا درامي مثلا هو اخر تنفيذ دا ممكن يفرق شخصا عن شخص يعني الرقم ثلاثة الانتراتفز الانتراتفز اللي هي البدائل طيب يعني ايه بدائل البدائل دي يعني انا بنفذ اذا اكيد اه قدامي كذا بديل التنفيذ كذا خط التنفيذ او خط التنفيذ مختلفة هافاضل ما بين الطرق دي وبعضها هافاضل ما بين الطرق دي وبعضها ايه ما يساياها عن باية الطرق هلا عندي الكفايات والكوادر اللي اقدر انافذ بيها الطرق دي يعني ممكن تكون طرق ما ما عنديش كوادر تنفيذ الطريقه على طرق اعمل تعقوضات مثلا وتعقوض دي بتكليفة كبيرة مثلا عشان اجيب ناس تقدر تعمل الشغل دا ممكن يكون معنى معدات معينة تجمعني على طرق التنفيذ معينة عشان نفس طرق تاني ايه ما اجيب اشتري معدات تانية او اصطبت معدات تانية وده يبقى التكليفة كبيرة انا اذا انا برضو محكوم بالرسورس بتاعتي وقد اكون محكوم بي ان العميل ثالث تنفيذ معينة لو ان هو رجل فاهب فنية في الشغل دا ممكن يكون العميل ممكن يوصل ان هو بيطلب منك او بيشارط 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 ممكن يكون ليه شرط ما ان كنت مثلا شغل اول ما محدد هو ليه حدولك اول باطل انت او باطل باطل هشتغل تحت منك انت الا ان العميل بيشتر سيديك السؤال لانا هديك المشروع انك تشغل اول ما بسك الان اه اه طيب الفسيليطيتد وورك شوب احنا كنا اقول انه قبل كده بدي فيه اه قولناها قبل كده دي وفيكوليفت كاتول. وقلنا اللي بيقوم بالدور دا اسم ودور بيقوم ناس من تخصصات من تخصصات مختلفة. بيقوم ناس من تخصصات مختلفة زي مثلا تخصصات مالية تخصصات فنية تخصصات ادارية تخصصات مثلا خاصة بشؤون معدات او لو خياء حاجة مثلا لو مثلا اه في البجالات مثلا معينة مثلا حاجة برمجية مثلا او تقليجة معلومات او اتصالات او او كده اه بس هما ناس من تخصصات مختلفة ويكون في شخص مفاسلاتيتور دا الشخص اللي بيدير الووكشوب دا وانا وبيبقى الفاسلاتيتور دا بيعمل تقريب لوجهات النظر ما بين التخصصات الفنية او التخصصات المختلفة يعني. مين بيجتمع يبقى اه بيبقى متحدد متحدد في الخطة مين اللي بيبقى اجتمع في الخطة مفقوب نفسها. يعني مين اللي هاجتمع هنا عشان يحدد طريق التنفيذ. او بيحدد. انما هو هنا كل واحد بيضيف حاجة. يعني انت في النهاية التنفيذ دي. كل واحد من الناس دي بيقول الجزءات دي تعمل بكزا. ويبدأ يقول انت بتكلفة المالية بتاعتها. طب احنا بخير محتاجين بتعمل مالية مالية اقول لك ما احصلها ما عنداش تمويل. تمام. طب احنا كده او عنداش سيولة احطر نعمل تمويل بكزا. او نشوف مصادر تمويل. فبتاع مثلا الراجل ما انت بتفصص الفني مثلا. نشير بي اه. مين بصف دي في الحالي دي. انت كل ده. انت مشؤول انتي مسؤول عنها التنفيذ. تمام ممكن يبقى المديرين الوظيفيين في القدرة بتاعتك. تمام او ممكن يبقى اه مهندسين من المكاتب ذي. يعني تلك مثلا مالني بصنر ايضا قبل التنفيذ.운� appreciate that فأنت في هذه المرحلة ممكن تطلب من البروجرام من اجر او من البي ام او انا اريد ان اقعد مع اجتماع مثلا بيطرق الصلاحية لك مثلا من ادواتك مثلا او البي ام او يكون معاك مثلا ان انت تكتبع بجميع المديرين الموظفيين مثلا فالدي عشان تتحط خطة مشروع كذا فاهم جزئات الخطة اطلال التنفيذ اطلال التنفيذ المشروع ده ماشي عشان تطلعه مثلا بحاجة مثلا تطلال التنفيذ مثلا كليمة لازم نقفيش كل المعنيين بالتخصص الفنية دي موجودين فتقعد مع الجميع الاجتماع ايدي اجتماع مثلا في الابار بتاع بتاع باسم مع مدير ريشون الفنية مدير المعدات مدير الفاحة مدير المالي مدير اليناري كل الاسم اللي ممكن يدقوا يتنقشوا مع بعض في كل البدائل المطروحة طب هل ده ممكن يتم في الموقع بتاعك؟ هل ممكن يتم في الموقع بتاعك؟ رائعين مشكلة. لكن انت انت تكرم هنا عن طريقة انت هنا مرحلة التخطيط. انت اما لا تنسيش في حاجة. استعفاض ان انت كانت واحد موقع مسلا ما وتبدأ تحطي خطبك مسلا. وانا كنت استخدمت الفريق اداري. ليس الفريق الاداري اللي هو التيم بتاعك بتاع الادارة. التيم اللي هيتجير معك. فالتيم ده مكون من مثلا مهندس مدني ومهندس مساحة او مهندس ميتانيكا. فممكن يبقى دول هم متخصصين ومحاسب ومثلا متخص في مواد البشرية. فتقعد وتتكلم معهم في طريقة التنفيذ. عادي جدا. بس طريقة التنفيذ المنطقي فيها او لازم شئ رئيسي فيها المكتب الفني. المكتب الفني ده شئ رئيسي. المكتب الفني ده هو اللي بيس يعني هو ده المتخصص الفني في الموضوع. لان انت ممكن بكامتر المشروع ما تبقايهش متخصص في الموضوع. بص 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 عندفق يعني ما تتقيدش هنا بحاجة معينة. كل مشروع ليه لنوع معين من يعني مثلا نوع معين من يعني مقصصية يعني. فممكن في مشروع ما ان العليل فاهم في طريقة التنفيذ المعينة او يقعد يتنقش معك وهي يحضر التمع ده. ماشي. التنفيذ ده يحضر ها يحضر ممكن يحضره اه. لان هو فاهم في الموضوع وهي يجب لي بيداله في طريقة التنفيذ المعينة او ينتقش معك في طريقة التنفيذ اتتكلم فيها ويضيف ويقول والبدايل ويقول مشاعات كذا. ممكن يكون اه. يعني الاجتماع ده هو وارد طبعا من يبقى في العميد. هو وارد ان انت انت حورة فرقة التنفيذ بتاعتك. فهتبقى الفاسيلي في دورك الشامب في الحالة دي. انت قاعد مع المديرين ووظفين بس فطرتك. نزال مع العميد ولا حاجة. لمقارن لانك انت تفهم هتنفذ اكذا. انت حط خطه هتنفذ اكذا. لما هو عزل ان كنت الكلام ده هيتبقي الوبي اس. تعمل اكتفيته على اساسه وهادفهم برسورت من المديرين الى كانوا معك دول. ماشي. هتاخد بقى من دوت مهندسين مساحة. اللي هو كان بيتكلم شغل في شغلة مساحة. اللي كان بيتكلم شغل معادات معينة. هتاخد منه يجب أن يساعدك في تنفيذ المحل الفنية يجب أن يكون مجدي العميل قاعد مع الناس يجب أن يكون مجدي؟ أم لا؟ في مرحلة جامعة المطلبات قاعدت مع العميل ولو فيه كاستومرز مثلا معينين لهم دور ما في الموضوع مثل في مشاريع في الحاجات مثلا فيها العاب الكمبيوتر أو كده يبقى يقولك ايه مطلبات اللعبة؟ ايه توقعاتك في اللعبة القادمة؟ كاستومرز عبصر العالم بيشارك هنا لأن هنا ليس موضوع عميل ولكن هنا بكاستومرز يطرح لهم في السوق لديه عميل معين ولكن هنا بكاستومرز وريد صلوهم في كل الطرق يعني في بيعمل ووكسات أو حاجة ويأخذ عليه تطلعات رأي وفيدباك للناس فانت أدرأ انت هنا جماعت ركوار منت خلاص فانت عايزت عصير ترفيز الأكثر منطقية انك انت الدول المدرين ووظيفيين اللي هيبقوا قاعدين معك بيشاركوز الترفيز بيكنهم معك فيه العميل يعتبر في الحلقة دين باحتمالية مثلا موجوده احتمالية مثلا مش كبيرة بس لو ان طابعة المشروع هانا هو هيبقى موجود مابيش مشكلة الأول بول بتاعنا اللي هينا بنعمل العملية دي دفع للسكوب عشان نتنصلع ده اللي هو بلوجيكت سكوب استيتمينت ده في ايه بقى في كده نعمل المخرجات وهي الورك اللي مفروض نعمله عشان نطلع المخرجات بيه بيتقال في بيتقال في بيتقال في بيتقال في بيتقال في باوندرس ساعتنا يعني ايه يعني ايه الشغل اللي هيتعمل و ايه الشغل اللي بش هيتعمل تمام يعني ايه بقول لك كوات تعم ايه ايه ده يعني شكل صريح شكل صريح بيتقال بشكل صريح ايه اللي بيش اللي خارج متاكم مشروع لماذا يتقال بشكل صريح عشان خطر ان لا تتعملش يعني في بعض مثلا فيه حاجات مثلا تتبع حدود معينة فاصلها بين الحاجات لا تعمل وحاجات لا تعملش فممكن يعني الاقتراب الحاجات دي من بعضها تتعمل فلما تتعمل تذكر بشكل صريح ان الحاجات لا تتعمل يفقى انت عرفت الحدود بشكل صريح عشان ما يبقاش فيه شغلها ما تتلاقي حتى بتعمل شغلها قريبة منها او اضافة لها يعني تمام اضافة معينة والاضافة دي مش مطلوبة الصوت اذا معها في مشكلة ولا حاجة طيب البرودكت اكسبت 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 اكريتيريا البرودكت اكسبت اكريتيريا دي المعيار او المقياس ان انا بقى بعيد بروودكت ده المعيار الصوت يا جماعة مش واضح ولا ايه ده المعيار اللي بشرح المعيار اللي بقيس عليه نجاح المشروع المعيار اللي بقيس عليه نجاح نجاح المشروع يا جماعة في مشكلة في الصوت مش كده معافة الصوت. طيب البركتس كاكسيبتس دي اننا هقبل يعني معايير كبير والرفض. تبعوك ايه؟ ده جايلي، من كل معين. ماشي؟ كل معين لتخصص خني أو شيء وظيفي. ليه شيء وظيفي؟ فا اقول ايه معيه قوله ربط. ما ساقول دي. تخيل مثلا انك انت تخيل ان انت نفس الوقت سيطة اللي احنا كنت نتكلم فيه. تمام? عامل اكسبت الكريتيريا ان مثلا لو دخل في نفس الوقت الموقع يستحمل مسلا. او عشر ثلاث شخص مسلا. الموقع يستحمل. ما يحصلش ان الموقع مسلا يقع او كده. في حالة مسلا. استخدم نفس الوقت مسلا. هو عمليان شراء مسلا. نعم? سرعة الموقع نفسه. اللي مسلا ما اريدش عشان بشتري منتج. السفحة مسلا. كل ما يطلق على سفحة. احاولي على سفحة بقى يا ترولي. بتوع دي. اتحمل السفحة مسلا. وكده. دي برضو معايير كولورة. شكرا لأ. طب او قلت لك التصميم. يزو بتاع موقع يكون كويس. تصميم الموقع يكون كويس. قال ده. معيار ملموس او معيار طيقة بتوسيس بيه نجاح او فشل الموقع. قال ده. تصميم كويس. اه شيء بش ملموس. شيء بش ملموس. شيء بش مشالك. شجر وصفه رقبية. شجر وصفه كداتة. كده اقول مثلا. اه اه. ازا بيستعى مثلا درجة الحرارة مثلا. مثلا. احرارة مثلا. ايش اماتة. وصلا. مثلا. خمسة تلاتين مثلا. اه. تزيد مثلا تلاتين. بتئيية المرحلة اتو ratingية. يبقى ايها ملحلة اتواش ت bets difference تنسيس نقبولة فوق كده اقول من كده مربوض مهم. مفيش هنا حاجة ثبتة مثلا. داشة واحدة حاجة ملموسة او تقتربado عليها حاجة تختبوح قيادة. فلازم product acceptance criteria يكون حاجة تختبطتها ف übrigens دائما اهدافك في كل حاجة يعني هدفك كل حاجة خليلها الشيء ماذا تقيس بيه نجاح او فشل الهدف ده او نجاحه او فشل الشيء اللي انت عايز تعمله او تلصبه يعني ان يكون فيه نتاجج ملموسة project colistines and assumptions ماشيب الفرضيات اولانا التشعطر بيقى فيه high level واليشعطر executive Participation و presumptu بده ابني طريق التنفيذ نحتاط التنفيذ دي مطلطا بدور بناءا على اييه بناءا على الحاجات دي الحاجات الكولستانيز ليه مش قدت لانا ملزم باشيئة معينة امام خالدي انافذ ذا العامة والاستامشن الفرضيات بداعت ماشي خلتني انافذ بطريقة ما اعتماده على الفرضيات ديت ماشي اعتماده على الفرضيات ديت اعتماده على فرضات معينة تمام ومحكوم بيه كيود معينة تمام فلازم تذكر مع طريق تنفيذ الى حد يشوف طريق تنفيذ فيها كده الفرضيات والكونيسترينز بتاعتي والأكسيمتنس كده الفرضيات بتاعتي انافذ بطريقة ما اعتماده على فلوت شرط وانت اعتماده على فلوت شرط حد يجيب فيديو ليسي تعمل فلوت شرط كده تنفيذ فلوت شرط يعني فلوت شرط ديت تخليك فعلا تنفيذ مثالية فلوت شرط يعني مثلا خمسة في المية مثلا على مستوى العالم كله من المترجم المشاريع اللي بيعامل فلوت التنفيذ بالمانظر ده واختصا مثلا اا 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 لانا بيتكلم فلسف عشانة انشاءات مكتوب عشانة انشاءات مكتوب كده كتير وكل باند من البرود التنفيذ فيه كلام كتير اوي مكتوب وبتاع اا اا ما بنلاقيش فيها حتي بزيج الترتيب بين علاقة البرود دي وبعضها باناكن الاختبارات وترتيبها بين لو الاختبار دانا انه حيود دينا الخاصو رخب كام ولو خاشر ورقعني الخاصو رخب كام يبقى اي اا دي اا شيء فعلا في الواقع العملي مفيد جدا نستعمل بطيط التنفيذ بروت شرط تماما كماما طيب من الاوبست ايه هي الديكومنتس اللي ممكن يصل لها افديت ايه الديكومنتس اللي ممكن يصل لها افديت في العوائلات اللي هي بضفاتل الكم بيقول لك نقطة كويسة جدا اللي هي نوع بيذكر بعض الحاجات اللي ساعدها افديت لكنها بيقول لك نقطة بطار نقطة ليميتد تو يعني دول بس بش هم ما دو كل حاجة دول الحاجات الرئيسية انما فيه دوكومنتس كتير قوي هتتعدد لكن دول اهمها يعني عشان كاذا العبارة دي دايما اللي هي دايما بيجي لها بعض بريفة الديكومنتس يقول لك نقطة ليميتد تو يعني يقول لك مجموعة لكن لها قاصرة على دول ايه بقى اللي هي الاستيكولدار الاستيكولدار ريجستر استيكولدار ريجستر طب ليه ليه طيب التنفيذ دي يتعدل استيكولدار ريجستر حد ممكن يجاوب على سوال ده رمى ضبوط صح رمى ضبوط من المية ان انا كانت كنت وانا بعمل اخير من المية نعم اكون لكل من المية من الكولدار ريجستر طيب انا اتغلبت المطلبات وواسنافتها وعملت ابروف لبعضها وعملت ابروف لبعض آخر ثم انا بناء انا على الحاجات ابروف ديت انا لطيف تنفيذ طبيبات الترفيس ديت لأنني أنفذ هذين مطلبات زي ما حد يطلب منك مثلا يقولك اشتري مثلا اي حاجة اشتري مثلا اي شيء مثلا اي شيء مثلا تشيرت مثلا تروح تشتري تشيرت مثلا او تشتري مثلا اي شيء مثلا اي شاشة كمبيوتر عشان هشتري شاشة كمبيوتر طيب يبقى فيه استيك هولدر معين ظهر اي هو الشخص اللي انا هشتري منه استيك هولدر الي هو محل هشتري منه امام اي بقى ده شخص انا هتعمل معا عشان اعمل اي اي انا فز متطلب الشخص اللي طلب مني ان اشتريش اشتري كمبيوتر فظهر لاستيك هولدر جديد هتعامل معاه فهاخد رقم تليفون المكان مثلا وغرب الشاشة عندي مثلا وغرمها على المكان ده او راح اغرمها عندي مثلا ويشوف فلق الشاشة فيها مشكلة او غير متصل بالرجل ده يا عام بلان بيش اشعر فيها كذا مثل مشكلة كذا يبدأ يقول لي مثلا مثلا مش يرجع لي الشاشة ده اشوفها مثلا او يبتلك الشاشة غيرها يبقى اذا ده انت فلص بقليك تعامل معاهدة الشخص بقى استكفر بقى كليه تفاصيل وبيانات وخطة الصلاة ومنتج معاين بتشتريه معاين لكمول والرفض اللي للمنتج دوت وقصة بقى كده اللي بقى اذا بترتاق التنفيذ هنا خلت يظهر موردين على مقاولين علىى مخاطر ماعانة الطريق دي гр عشان التفاضل مخاطر دية لكم انت تعالي سلو بخطئ موجات مخاطر مواجعت لديها معدته موجات ما عادت واستخدمها وماسترير موارد باشرية استخدمها كمان فإن تبدأ تقولك بقى مهندس كذا في مهندس كذا فا ما هو مهندس كذا فا ما هو مهندس كذا برضه مالنسك كولدر في برضه حتى الطاقم اللي شغاله مالنسك كولدر في وجود ماشي långا rok او رج Rosal بل طبية علشان تعمل طريق تنفيذ معينة الطريقة دية ادت للويود مطلبات جديدة يعني كان في المطلبات دي ما توافق عليها وتعطيها هو بتحطيها delle سيئ طريقة التنفيذ Comics تنفيذ لكي تنفيذها يحتاج مطلبات جديدة انا محتاج معدات محتاج اتعاقد على معدات معينة عشان ينفس بالطرقة دية. دي كنت هنيفز بطرقة ثانية محتاج اتعاقد على نوعية اتحالي المع финال معدات او نوعية نوعية حمدات تانية belief نوعية نوعية او نوعية خمد تانية اه محتاج اه نوعية معنة مدربة بطرقة ما عشان يقوم بالطرقة بت lite لان طرق دي نحتاج هدفقة اكبر من الطرقة المعتدية عليها مثلا في الشركة بتاعتي بتابعة اذا الكوارمانتس جديدة هين ه bomber يyoungає gim�� Society level المطلبات اللي هدفت لكواري متاستريسيبيلتي ماتريكس لازم هتتعدل لان اضيفت المطلبة زيادة على وثيقة القديمة فبالتال لازم الوثيقة اللي شرحة للمطلبات بقى كمان هتتعدل فالمطلب الجديد ياخد هنا رقم جديد تمام ويتوصف توصيف تمام ويتقال مين لوطلب المطلب ده والمطلب ده هيتنفذ امتى ومكانه في الموقع في التنفيذ يعني مكانه في البرودكت الاخرين هيبقى فين ادور في الصفحة الرئيسية للموقع المين مثلا اللي انا قلني عليها ولا ادور في الصفحة مثلا الخاصة مثلا بسالة المشتريات ولا ادور بالصفحة اللي مثلا خاصة مثلا بمثلا المنتجات ولا بخاصة بكذا ولا بكذا يبقى اذا مكان الحاجة دي ماشي المطلب ده ازاي اقدر اعرف التنفيذ امتى اذا لازم يكون دي مكان في جواب برودكت فدي بتوصف برضو نضيب التوصفات بتاعيتها اللي هي مكان وفايلة برودكت كمان ويه موقفهم التنفيذ تريسي بيلتي يعني متابعة تريسي بيلتي يعني متابعة دي مصفوفة مصفوفة متابعة المطلبات تعمل هي شكلها كده انا بساعدة اكمل شوية يتجد تلاقي القوار منتس مثلا تاخد الشكل ده مثلا وياخد ارقام كده محددة ويعتبع المين تعمل دي تعمل وبيتقال اتنفيذ دول ما تنفيذتش تعمل موقفهم التنفيذ مينة طلب المطلب ما كانوا فيه في المنتج النهائي تعمل البروريك بتاعته تعمل بحيس ان انا اقدر اعمل كنترول عن مطلب دول يعني اعمل اعلي كنترول يعني ان انا اعرف المطلب ده اتنفيذ او ما اتنفيذ اذا ما اتنفيذ امتى تعمل بحيس ان ما يجيش العميل يحتاج عليا ويقول لي مثلا فيه مطلب ما كنت طلبه ما تنفيذ لأ لما يكون المطلب تنفيذ هدده تعرف المكان المطلب ده فيه من تقول له مكان المطلب انه هو مده عند الستد بتاعته انه هو تنفيذ تعمل طيب ازاي مليمتر ايه مليمتر يوم كام في شهر كذا افتنت كذا تعمل جاية نفيذ تعمل اذا اقدر ان انا اعرف اتابع اي مطلب ده الهلب لحد احنا نقف ان شاء الله عشان وقت المحاضرة انتهى اه 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 هتقول فيها اه 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 предлож اه 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 جولد بلتنج حاجه انت اللي بتعملها. تجويد انت اللي بتجوينه بنفسك الناس مائي كده. ده حاجه انت اللي بتعمل بنفسك. انهم التجويد والتحسين انت اللي بتعمله من انت مش بطلب ليه. يعني العامل ما طلبوش منك. لكن بانت بتجوينه من نفسك. هنا قد شوف اطفال تقلق ده لا انت عارس كويس اولا انت بتجامل العميس بتجامله بتجامله بس هو بش يدفع ثمن المجابلة دي بش يدفع ثمن التجويز المستودة من الجودة عمل تعمل تستاب بقى مطلبهاش العامل بس عشان عيني بقى ايه يبقى المنتج او الحاجة اللي برشكت بتاعك يطلع بناتية كويسة هو راجل يعني اكتبتة لساعة طول ويوافق ما يبقاش في مشكلة في التسليم بيبقى انت عمل تجوز ومستود جودة بتاعتك والتعليم في شهيه الضالية اللي بتخلطة ت Maggiup Council ومستود إثني خطبت مدهاتك موهز ثمن هو مطلبهاش والشغللاتها مش مطلبات الكمة ده من التجويد يعني فده انت كنت pajarif كويس انك بتعمل يعني ايه حاجة تش absolutely what you what youmude لكن انت بتعملها إنت مقتنى ان كنت هكذا بالتremal حاجة كويس صحاتة اصلاح، لا. انت كنت تعمل الحاجة بالصح ودي حاجة ليه تأسير سالبي فبالتالي بجولد بلاتنج ده فارق وعن تكون كريم ان تكون كريم ان تشينجد اما الجولد بلاتنج ده ده حاجة يعني تعرفها او تفضيرها اهو انما انت بتزود فيها وتحسن وتضيف فيه شرط العميل ما طلبهاش اساس وما حدش هيحزبك كفلوس يعني حدش هتفعلك سامن الحاجة دي ولا حد يحزبك ولا حد هيصنع بانك انت فخرت لانك انت كنت بتعمل شغل بالمستوى تحسين معين يعني مش لأ انت فخرت بمشروع ولا مشكلة حتى لو ان انت حصل من العميل لان طبعا اكيد العميل اولا بقولك هياخد شغل فوق حقه هيبقى ده حاجة بالنسبة كويسة مش هياخدها مش قولك لو انت بتعمل منها اولا حاجة او خص ونحن قلogue نا هيرزبك الخير يعني تähبلك الحاجة منهم فايدة عن تمام اكثر من الشغل المطلوب. فالجولد بلاتنج ده انك تعمل شغله اكثر من مطلوب. الاسكوب كريب انك انت سايب بتاعك يتحكم فيه. سايب الاسكوب بتاعك يتحكم فيه. فهنا التالي فرق من الاثنين. ده تعريف الاسكوب كريب. ودي تعريف ان جولد بلاتنج. وقلنا الكلمة الفرق ايه بينهم. والاثنين باد. الاثنين حاجة سيئة. لكن فرق انك انت في الجولد بلاتنج انت بتبقى عارف انت تعمل ايه. لكنك انت بتزود التجويد. وفي الاسكوب كريب انت بتبقى ان كنترول بتتشانج. لحد هنا هنقف باذن الله. ان شاء الله هنكمل المحاضرة القادمة باذن الله. ومعليش لو ان احنا المحاضرة القادمة كنا بنتكلم بسرعة. لان احنا عندنا ثلاث عملية لسه بخلاص مهمشي. وعايزين ان خلاص ان شاء الله الشابتر ان شاء الله المحاضرة اللي جاي. بحيث ان احنا احنا مثلا يعني الناس يعني معجل الناس يكون فهمة. بس احنا مرضو مش عايزين ان احنا ناخد وقت طويل في جزئية الاسكوب. احنا خدنا الوقت طويل جدا في جزئية انتجريشن. يعني اطول من اللحن توقعنا بكتير. فعايزين ان احنا نبقى يعني نسان الله محاضرات المحاضرة بإذن الله. نحاول ان هي الشابتر يبقى في جزئية محاضرتين ان شاء الله. يعني لو حتى اطلعها في حالة التجنائية ان هو يبقى ثلاث محاضرات. بس احنا نحاول ان يبقى الشابتر يخلص محاضرتين. عشان برضو وقت الناس ان الناس تبقى القرص خلصاتهم المدة معينة ما يبقى ايش احنا تجاوزنا المدة ديه بمسافة كبيرة. بشكركم جميعا احنا استماعكم ولا اقاريت لو في اي اتئلة ممكن تبعتوها سواء على المنتدى او على الاميال.